البنت بتفكر إذا تجوزت رح ترتاح ورح تنام قد ما بده لأنه أمها مو عندها لحتى تفيقات ومتشتغل وأبوها مو عندها ولا أخواتها لحتى ينكتوا عليها وأوموها من النوم وتفكر حالة إذا تجوزت رح تشبع نوم حبيبتي إذا نومتك عند أهلك للظهر فاقتك رح تكون الساعة الست الصبح عند جوزك لأنه هو اللي رح يصحيكي أوه حسب دوامه مش هنساوي له فنجانة قهوة أو تحطي له فطور وتجهزي له أواعي وتكويله إياهن وتودعيه بعدين بدك ترتبي البيت وتنطفيه ما رح تيجي أمك وتنظفلك إياه إذا كنت معتمدة على أمك ببيت أهلك رح يصير البيت بيتك وبعد ما تخلصي شغل البيت بدك تغسلي غسيل إذا في موجود غسيل وبعدين تفكري شو بدك تطبخي لجوزك وإذا ما بتعرفي تطبخي سألي أمك اتصل عليها وهي بتعلمك معه معه رح تتعلمي لأنه كل يوم بدك تطبخي طبخه وبدك تتعلمي كيف تسوي حلويات في حال إذا إجاكنه ضيوفه وكل يوم التاني رح يجوقي أهله وقرايبينه وبدك تستقبلي وتودعي ومجبورة تجامليهم لأنه هدول أهل جوزك وإذا نفكر الزواج طشات وروحات وجيات وسفر لا تفكر هيك حبيبتي ولا يضحك عليك خطيبك يقولك بننضش ونطلع ونسافر ونروح على التركية ونروح ما بعرف وين ما رح ياخدك غير على بيت أهله وعلى بيت أهلك إذا أخدك على مطعم كتر خير الله لما رح يفضالك هو بالشغل وراح يجي من الشغل تعبان وإيلك أنا تعبان ومجرد ما حبلتي وولدتي وجبتي ولاد راحت عليكي لأنه لا عدت تهني بطلعة ولا عدت تهني بأكلة ولا بشربة قهوة وبس يكبروا وصيروا بالمدرسة بدك تدرسيهم وبدك تعلميهم وإذا فضيت تمشط شعرك بكون منيح ساعتها رح تتمني إنك ما تجوزتي ورح تقولي يا ريتني ضليت ببيت أهلي يا محلى عيشة أهلي كان لا وراي ولا قدامي لا مسؤولية ولا شي نعم إمتى ما بدي وأصحى إمتى ما بدي هذا الواقع حبيبتي وأصحي من أفكارك وأحلامك الوردية وهيك باختصار يعني عيشة جوزك بتختلف عن عيشة أهلك لما كنتي بنت كنتي تطلبي كل شي من أهلك